الحلقة السابقة كنا تكلمنا في موضوع مهم جداً كان نتكلم فيه المدير الفني الأجنبي في النادي الأهلي لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي كنا بنتكلم عن الموسم القادم وترتيبات الموسم القادم ولازم الأمور دي تكون واضحة من بدري مبعوثة للأندية، لائحة البطولة، عدد قوام الأندية كل ما يترتب بالمسابقات وإحنا طالعين مع حضراتكم النهاردة كان فيه تحرك سريع من لجنة المسابقة والتحاد المصر للكرة القدم مجلس دارة الاتحاد المصري وكمان قالوا وضحوا كل الرؤية في كل المسابقات سواء القسم الأول، القسم الثاني وكمان مسابقات الناشئين لازم نحييهم إن كان فيه استجابة من ضمن الكرارات اللي قالها اتحاد المصر كرة القدم شؤون اللاعبين؟ عن عدد اللاعبين المقيدين سنة الجاية أو الموسم القادم هيكون عندنا مسابقات الجمهورية 2001 و2003 و2005 و2006 و2007 و2008 دي مسابقات الجمهورية عدد القوام اللاعبين في الأعمار السنية اللي أنا أقولتها لحضراتكم هيكون 35 لاعب في كل فرقة 35 لاعب في كل فرقة ممكن أقل بس ما يزيدش عن 35 لاعب عندنا موليد 2009 و2010 و2011 و2012 و2013 هيكون 50 لاعب زيادة طبعاً عشان دي مسابقات الناشئين والبراعم فده برضو من التخطيط السليم مسابقات الجمهورية هتكون 35 لاعب العمار السنية والتقال في الأول والعمار السنية التانية البراعم هيكون 50 لاعب برضو من ضمن الكرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة أقرها هو تعيين الكابتن والرياض مدرباً مساعداً منتخب الأولمبي اتحاد الكرة أصدر كرارات كتيرة لكن احنا بنعلق على الكرارات اللي تخص الناشئين والأشبال النهاردة ده شيء جيد لما تحط الكابتن والرياض هو واحد اشتغل مع الكابتن شاوي غريب ملم بحتة اللاعبين فيه فرق الشباب عارف اللاعبة النهاردة مكالي المدرب البرازيلي جاي لسه ما يعرفش فلازم تحط له حد يعرفه ينوار له الطريق يعرفه اللاعبين الموجودين في الأندية اللاعبين اللي تلعب في الدور الممتاز علشان يعرفه الدنيا والرياض يديه في المطبخ أيضا تعيين الكابتن عصام الحضري مدربا لحراس مرمى منتخب الوليمبي وضافة كبيرة لحراس مرمى منتخب الوليمبي بعد الأداء اللي شفناه من الكابتن عصام الحضري وحراس مرمى منتخب مصر الأول برضو من ضم أو من أهم 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 الكرارات هو عمل أشعة لبيان أعمار اللاعبين 2007 و2008 منعا لتلاعب أي تلاعب لللاعبين الموضوع اللي احنا كنا هنا بنقوله دايماً وبننادي به التزوير والتسنين التزوير والتسنين لازم نحط آلية علشان نحد من اللاعبة التسنين والتزوير اللاعبة اللي بتقضي على المواهب بنشوف في مباراة الناشينة عمار سنية أكبر فالنهاردة إنك تحجم الموضوع دا في 2007-2008 النهاردة بنحاية اتحاد الكرة على الخطوة دي ونقول لهم النهاردة دا شغل وتخطيط جاي ترجمة نانسي قنقر